بسم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي متابعين الزراعة اهلا بكم. الارض ان شاء الله هنتعلم مع بعض كافية زراعة الارض من البداية. طبعا اول حاجة بنجهز الارض بالليزر يا جماعة عشان تطلع معنا بتسوية بالشكل اللي احنا شايفين دهوا لان الارض بيحب الارض يكون عدلة ما يكونش فيها عالواطي. طبعا جهاز الليزر دهوا بيشتغل بيزبط للارض زي المصطرة. بحيس اننا مباجية نزل مية زي ما احنا شايفين. بتكون اه طبعا ما نفعش للطنقيد في الرزة يا مع شغل للطنقيد ما نفعش. لازم مية غمر. مية غمر كده يعني بفتح مية من دمخة من فوق. وبتمشي معانا بتسوية بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا بيشتغل بالساعة. اه جهاز دهوا عشان يزبط معانا. الارض بعد كده بتنزل المية وبنسيب الارض يوم. وبعد كده بنيجي تاني يوم اه بالشكل اللي احنا شايفينه. نحاول عشان الارض تبرد معانا. ما نفعش انني انزل المية وازرع في نفس اليوم. لازم اسيبها يوم. وبعد كده ابتدي تاني يوم ازود المية. طبعا ده تاني يوم اهوا. بنبتدي نزود الارض مية. آآ وبعد كده ان شاء الله هنزرع حاجة اسمها باللعمة. اللعمة ده زيتا جبيش كده جماعة. آآ يعني بديل الشتل. يعني ان في الشتل بعمل مشتل وبعد كده بيكبر معايا على اربعين خمسة واربعين يوم. وبتدي انني اجهز ارضي وانقله في الارض افرده. لكن باللوم ده هو بيتزرع الرزة بيتبلي يوم. بعد كده بنسيبه يومين يكمر. بنرش على مية برا. بيكون مسلا في شوال خيش. عشان يزرع معايا او يطلع النبطة البيضة او الزراعة البيضة ديا عشان يحلبن معايا. بحيث ان ما حط في الارض عندي يزرع على طول او بيخضر معايا على طول. طبعا الزراعة البيضة دي بتالب على خضر اول ما بيطلع الجزور بتاعته. آآ وتضرب معانا في الارض. طبعا بينزرع تجريش. بيبقى مسلا آآ كل عشر حبات كده ولا حاجة ما بين الجورة والجورة. آآ حوالي من خمستاشر لعشرين سنتي متفرقة كده. وده بيكون زي وزي الشتل. لكن بعمل شتل بالزبط. آآ طبعا ده الميزة الحلوة ان هو آآ يعني بيزيد في المحصول كمان عن الشتل لكن مشاكل كتير. يعني المشكلة في العفش او في الحشاش اللي بتطلع بعد كده. انا عندما بعمل مشتل ببرمي حاجة اسمها دو عفش بيعمل لي طبقة ريم مع المية. طبقة الريم دي ما بتطلع عليهش العجير او بتطلع الحشاش اللي هي بتطلع دي بيقف. بيعمل طبع عليها كده بتخليش الحشيش ده يطلع. على ممدة الدواء المبيض معايا تنتهي بعد خمستاشر يوم بيكون الرز كاسة الارض. كاسة يعني ايه? يعني بيبتدي يكون نقفل على بعضه وعمل طبقة ضل. لان الحشاش طول من الارض منورة او الشمس بتخش جوه. يبتدي الحشيش ده يخضر. لكن هو بيكون مجفل معانا فما بيطلع عليهش حشاش في الارض. دي الميزة الحلوة ما بين الشتل وما بين التجبيش. طبعا في طرق تانية في الزراعة زي السطرة. دلوقتي في مكان بيزرع الرز. وفي حاجة اسمها بضير. ان الناس بتزرعوه. وفي حاجة اسمها تخضير زي الغلة كده. بيتفرفر عليه. وبيتزحف عليه. وتسهب لمدة حوالي خمسة واربعين يوم من غير مية. آآ خالص. لغاية ما يخضر ويطلع. وطبعا التخدير لو تعمل صح بيكون افضل طريقة. لو تعمل بطريقة صح. آآ بيجيب محصول كويس جدا. وبيكون آآ آآ عشر على عشر. بس في حالة لو تعمل صحة. لو تعمل خطأ برضو ما عملناش اي مشكلة. بيطلع علينا حشائش. ويعني لو الارض طريقة زيدة عن اللزوم. وبلطت معنا في التسحيف. آآ للأسف بيغيب منه كتير. ده معنا هو اللي هو التجبيش. ابتدى يزرع والحمد لله على اليوم التاني. يعني ده آآ تالت يوم. ما شاء الله ابتدى يزرع معنا هوا. آآ حبات زغيرة كده حوالي مثلا عشر خمستاشر حباية. يعني انا عندي مساحة مثلا نقول آآ لو انا عندي فدان آآ هياخد معنا حوالي خمسين كيلو من خمسين لستين كيلو الفدان. بالنسبة لتقاوي اللي هي الارض. طبعا ما ببله في المياه يوم. وبعد كده اطلعه برش عليه مياه كل شوية كده مسلا احط فعند في مكان دافي. آآ ما اكونش يعني الرطوبة عالية فيها. بيزرع معي بسرعة. وده بيساعدنا في طلوع الارض. لكن ما سبوش كتير برضو لان لو بطلع حمولة جامدة الحمولة دي الشمس بتلسحة مجرد لو الارض نشفت وبيغيب على ما يمسك معنا في الارض ويخض. طبعا الطير اللي هو ابو وردان زي ما انتم شايفين بيمشي شايفين رجوله عاملة ازاي ده مشكلة بينقوا كل الددانة والحشرات اللي في الارض. ده بيسموه صديق الفلاح. آآ طبعا ما نحاولش نمنع المياه جماعة بنروي كل يوم اخر النهار ويصبح الشمس الصبح ما يكونش في مياه. لان الناس بتشتغل غلط يروح يروي الصبح. والميا دي تسخن على الحباية. ودي بتلسحها او بتأثر عليها. فبلاش حكاية ريب النهار يا جماعة في الرز في بداية عمر. طبعا نحاول نوليه بالمياه لمدة عشرين يوم عشان الحشائش اهم حي. طبعا بنحط مبيد دوا عفش في نفس الطريقة التايبيش ديا. آآ على اليوم الساتت. من طفي الارض. مش من الزراعة. يعني انا نزلت مياه النهاردة على اليوم الساتت ابتدي ارمي دوا العفش. ده اللي بيعمل لي طبقة ريم عشان برضو يمنع لي حكاية العفش معان. طبعا ده بعد اسبوع ما شاء الله تده يخدر ارضه. بالشكل اللي احنا شايفين هو. طبعا الارض كل ما تكون متساوية دي مصلحة كبيرة اول اي زرعة يماعة مش شرط الارض بس. يعني الحتة اللي بيقفها ما هي الواطية. اللي بيقفها ما كتير غير الحتة اللي بتكون عالية. يعني ميزة كويسة. طبعا نحاول كل يوم نرويه زي ما اتكلمت المدة خمستاشر وعشرين يوم. يعني كل يوم ارويه اخر نهار يصبح للصبح يكون في مياه خفيفة او ساساة خفيفة كده عشان يخدر معي. ده شايفين بالنهارة يرويه بالليل. وده بالنهارة هو طبعا الاماكن اللي هي اه في امية دي مكان الناس اللي هي او الانفار اللي كانوا بيعملوا بيزرعوا الارض معانا. طبعا شايفين طبقة الريم ابتدت اه تبان في الارض ازاي? لون هيعمل على وش الارض هو تدي لون بن كده. دي اللي بتمنع لي الحشائش تطلع. طبعا بعد الفترة بيفتدي المفعولات ده وده يروح. لو الرز ما كساش ارضه وكان تقيل معانا وكويس. بيطلع عافش كتير للأسف لو هو خفيف. وده بيحتاج مبيت حشائش. اه وده بيكون من نفس فاصيلة الرز اللي هو الحشيش الاحمر. ده الدواء بتاعه بيأثر معي على الرز لكن مش تأثير اه يعني ان هو يأثر على جامد. هو بيوقف الرز شوية او بيوقف النمو بتاعه لمدة خمستاشر او عشرين يوم. مع شوية مغزيات وكما هو ان ادي له مسلا شكارات يوريا او شكارات نطرات. هيبتدي ان هو يتحرك معنا تاني ويشتغل ان شاء الله. لكن لو اقدر انني انقل حشائش ديا. اجيب عمالة وانقل حشائش ديا. ده بيكون افضل للرز. ليه بقى التلبيخ او الدهس في الرز ده هو بيأكلنك الدتلوس ماد. مفيد جدا للقرص يا جماعة. لان انا بفتح الحمولة اللي ما بينه الارض. فبيطلع لي جزور جديدة. وده بتساعد على النمو الخضر بتاعي. ده معنا ان شاء الله بعد خمسة واربعين يوم. ما شاء الله. بقى كسب الارض معنا هو. شايفين الشكل الجميل. حاجة ما شاء الله. طبعا انا جاب لكم كل المراحل من البداية عشان نقدر اه نتعامل مع اي حد لو عنده حتى مساحة صغيرة وعايز يزرحها. اه ان هو يقدر يتعامل معها. طبعا الرز بتاع اللي هو على الشمال. ده آآ جيراني اللي هو على اليمين ده هو اللي انا بصوره ده قوة. وعلى فكرة كان مزروع قبل الرز بتاعي بحوالي خمسة عشر وعشرين يوم. طبعا شايفين الفرق. ده بترجع طبعا لجوضة الارض والموازيات او الاسمدة اللي احنا بنحطها. يا رب اكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.